أما علم التسيير فالله جل وعلا يقول وبالنجم هم يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون فهذا لا بأس به علم التسيير يعني تعرف منازل النجوم ومنزل القمر ومنزل الشمس هذه المنازل ما فيها بأس بالعكس هذا علمها مطلوب علمها مطلوب بل قد يكون أحيانا كما قال بعض الأحيان يكون واجبا لكي يعرف الإنسان جهة الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق حتى يعرف القبلة يعرف كيف يصلي يعرف مواقع دخول الصلاة كيف نعرف دخول الصلاة مرتبطة بالشمس يعني الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل شيء مثله بالشمس العصر من مصير ظل كل شيء نفسه وهو الشمس إلى الغروب غروب الشمس والعشاء من غروب المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر شفق الشمس والعشاء كذلك فالقصده إذن أن معرفة منازل النجوم لمعرفة أوقات الصلاة لمعرفة أوقات العبادات لمعرفة دخول الأشهر لمعرفة القبلة هذا يسمونه علم التسيير هذا جائز لا بأس به بل مطلوب أما علم التأثير أن هذه الأشياء هي التي تؤثر هذا لا يجوز بل هذا كله بأمر الله جبارك وتعالى نعم شكرا